مرحبا شلانكم إن شاء الله دامن تكونون بخير راح نشرح المحاضرة الثانية من الأطفال النظري اللي هي تكيف الطفل بعد الولادة مع البيئة الخارجية اللي هي البيئة خارج الرحم مباشرة بعد ما الطفل ينولد راح ينتقل من اعتماده على المشيمة مال الأم إلى اعتماده على نفسه لذلك أول 24 ساعة وارد أن الصرع للطفل مشاكل تنفسية لأنه بعدها أول مرة يتنفسه كذلك الدورة الدموية مالتا يعني جديدة وما متكيفة بالشكل المطلوب طبعا نتيجة هذا الانتقال من الاعتماد على المشيمة إلى اعتماد الطفل على نفسه أجهزة الجسم راح تصير بيها تغيرات حتى تتكيف مع البيئة خارج الرحم أول جهاز من أجهزة الجسم اللي يصير بي تكيف هو الجهاز التنفسي بالجهاز التنفسي سابقا إنشان الطفل يعتمد على المشيمة مال الأم ويحصل على الدم المؤكسج أول مرة يبدأ الطفل حتى الطفل يصير عدة إعازات ويبدأ عملية التنفس راح يصير تغيرات أول شيء التغيرات للصير الطفل من يطلع من بطن الأم بعد ما يحصل على الدم المؤكسج من الأم لذلك راح ينخفض الأكسجين ويزداد ثنائي أكسيد الكاربون ونتيجة للنقصان بالأكسجين راح توصل إعازات إلى مركز التنفس في الدماغ حتى تبدأ عملية التنفس المحفز الثاني اللي راح يصير اللي هو ثيرمال ستيميلوس درجة الحرارة مع الجسم راح تنخفض وأكو مستشعرات بالجسم هذه المستشعرات كذلك راح ترسل إعازات إلى الريسبايرتاري سنتر حتى تبدأ عملية التنفس إذن عدنا عاملين دي أدن إلى عملية التنفس العامل الأول هو انخفاض الأكسجين زيادة ثنائي أكسيد الكاربون وزيادة الحموضة راح يتحفز مركز التنفس وبالتالي تبدأ عملية التنفس كذلك التغير في درجة الحرارة وانخفاضها هذا راح يأدي إلى أنه توصل إعازات عصبية إلى مركز التنفس في الدماغ وتبدأ عملية التنفس شنو اللي يصير بالنفس الأول للطفل أول ما يبدأ النفس حاول من تسمع الكلام مالتي تتخيّد العملية اللي دا تصير أنه الطفل حاليا في بطن أمة محاط بالسائل الأمنيوسي هذا السائل عادي جدا أنه داخل فمة داخل أنفة هو متشبع في هذا السائل صارت عملية الولادة وطلع الطفل هذا السائل اللي موجود قسم من عنده راح يتم امتصاصه عن طريق الليمفاتيك سيستم وعن طريق البولموناريكابري لو عيد دموية الشعرية الرأوية والقسم المتبقي من عنده تتم إزالته باي ليبر فورس اللي هي من الصير الولادة الطبيعية الانضغاطات اللي تصير أثناء الولادة الطبيعية راح تضغط على الرئة راح تضغط على الصدر وبذلك هذا السائل راح ينطرح لي بره أما إذا كانت العملية قيصرية إذا كانت العملية قيصرية السيزيريان سكشن بهالحالة هاي الانضغاطات ما راح تكون موجودة لذلك إحنا نتخلص من هذا السائل عن طريق السكشنينج يعني نجيب شافطة هاي الشافطة نخليها بفم الطفل ونحاول نتخلص من هذا السائل بسرعة إذن العامل الأول حاول تركز ويايا أنه الطفل حاليا في بطن أم السائل الأمنيوسي موجود يعني داخل الرئتين موجود في الأم موجود بالأنف يتم التخلص من هذا السائل عن طريق الأوعية الدموية الشعرية الرئوية وعن طريق الليمفاتيك سيستم الجهاز الليمفي وكذلك الانضغاطات في حالة الانضغاطات اللي تصير في حالة الولادة الطبيعية أما في حالة الولادة الغيصرية يتم سحب هذا السائل عن طريق الشافطة سكشنك زيان هسا تخلصنا من هذا السائل ثاني شيء عندنا سائل ثاني انتبه سائل ثاني مو نفس السائل يسموه سرفيكتنت هذا السرفيكتنت موجود داخل الرأة هذا السرفيكتنت ريديوسينك سيرفاس تنشن طبعا السرفيكتنت هو فوس فوليبيد ماتيريال فوس فوليبيد ماتيريال هذا يقلل الشد السطحي بالرأة وبذلك ما راح تنكمش الرأة راح تصير بيها مرونة وهذه المرونة تساعد على البدء بعملية التنفس ان شاء الله انت افتهمتها العملية التنفسية شواندا تصير ايجاني اعاز بن الدماغ الطفل عدة سائل بحلقة السائل الاولي هو الامنيوسي هذا السائل لازم يتم التخلص من عنده عن طريق الجهاز اللينفي بول موناري كابلاري وكذلك جزء من عنده يتم طرحة بالانضغاطات اللي تصير بالولادة الطبيعية بالولادة القيصرية ماكن ضغاطات لذلك احنا نلجأ الى سكشننج جهاز شفط حتى انسحبه كذلك السائل الثاني موجود بالرأة اسمه السورفكتانت هذا يقلل الشد السطحي بذلك راح تكون عدي مرونة في الرأة وتبدأ عملية التنفس ان شاء الله وصلت الفكرة هسا نيجي الى الجهاز الثاني اللي هو سيركولاتري الجهاز الوعائي الجهاز الوعائي اهم شيء احنا لازم انفهمه به انه انا حاليا الطفل ده يحصل على الدم المؤكسج من خلال الرأتين لذلك الالية السابقة راح تتوقف الآلية السابقة انه عندنا احنا فتحات بين الأذين الأيمن والأذين الأيسر مثلا هاي يسميها فورامين أوفلي هذه الفتحة سابقا الطفل ببطن أمة يحتاج الى هذه الفتحة لان ما عندها دورة دموية لان الرأتين اصلا ما تشتغل فانتهت الحاجة الى الرأة الى الى هاي الفتحات فهذه الفتحة اول وحدة فورامين أوفلي تنسد بعد الولادة مباشرة اللي هي موجودة ما بين الأذين الأيسر والبطين الأذينات بين الأذينات الأذين الأيمن والأذين الأيسر الثانية داكتاس أرتيريوسز انا ما قدري اذا اقدر اوصل لك الفكرة مالتها انا اميل دائما الى الفهم وليس الدرخ رح احاول انه اوصل الكياها قدر الامكان هذا الدم وهذا هاي الأذينات اللي ليفوق او اللي يجو عندنا هاي البطينات سابقا في حياة الطفل عندنا فتحة موجودة هنا فالدم يأتي من Scott اغلبية يفوت منا تمام من هاي الفتحة ويروح الى ينتقل من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر وبالدورة الدموية يروح الى أنحاء الجسم قسم من هذا الدم كذلك يعبر من نانا وينتقل إلى البطين الأيمن وينتقل إلى البطين الأيمن ويروح إلى الشريان الرأوي هنا عدنا الشريان الرأوي على أساس هذا الشريان الرأوي يأخذ إلى الرأتين بما أنه الشريان الرأتين غير ناضجة عند الطفل ما يستخدم هنا هو بطنهما أكو فتحة أكو هذه فتحة هاي الفتحة تربط ما بين الشريان الرأوي والأبهر لذلك الدم اللي راح ينطلق منها الدم الإضافة اللي راح ينطلق منها ما يروح للرأتين لا عن طريق هاي الفتحة هم ينزد للأبهر وهم يروح إلى أنحاء الجسم بدون المرور إلى الرئتين هاي الفتحة يسموها دكتاس أرتريوسز إن شاء الله وصلت وهاي الفتحة لازم نعرف شو وقت تنسد تنسد باليوم الرابع أرجع وأقول لك هذن الفتحات شنو؟ خاف تنسيه وأحد يسولف وياك يا تمين جاي بهذا الحجي هاي الفتحات بإختصار أن الطفل هو بطنه مرئات مالتها غير ناضجة ما يقدر يستخدمهن لذلك الدم لازم ما يروح للرئتين الدم من يجي يطبه بمسارين المسار الأول عن طريق هاي الفتحة اللي هي فورامين أوفلي موجودة ما بين الأذين الأيمن والأذين الأيسر ويروح وينتقل إلى أنحاء الجسم القليل من الدم أيضا راح ينتقل من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن احنا ما نريده يصل للرئة راح يطب للشريان الرئوي أكو شريان اسمه الشريان الرئوي هذا يودي للرئتين بالطريق إلى الرئتين قبل لا يصل للرئتين أكو فتحة أكو فتحة هاي الفتحة يسموها دكتاس أرتيريوسيس راح الدم يبدأ ينزل من الشريان الرأوي إلى الشريان الأبهر إلى الأبهر اللي راح بدل ما الدم يوصل للرأتين راح ينقله إلى أنحاء الجسم إن شاء الله أصدر أدنى وآخر وحدة دكتاس فينوسيس هذه تنسد بعد ما ينسد الحبل السري للطفل وهذه الفتحة وظيفتها أنه الكبد عند الطفل غير ناضج فتمنع وصول الدم إلى الكبد أنا أحاول دائما أوصل لك الفكرة لأنه ضروري الواحد يفهم مو بس يحفظ فلذلك إنت اللي مطلوب منك حاليا فورامين أوفالي مباشرة بعد الولادة تنسد دكتاس أرتيريوسيس باليوم الرابع ودكتاس فينوس بعد قطع الحبل السري هاي هنا دايحشي لك عن الآلية ويقول لك هاي الفتحات تنسد نتيجة لزيادة تراكيز الأكسجين في الدم كذلك عوامل أخرى تؤدي إلى انسداد هذه الفتحات هو قلة إنتاج البروستيجلاندين هذا البروستيجلاندين هو هورمون ما طول هو موجود الفتحات راح تظل موجودة فشنو الآلية الثانية راح يقل إنتاج البروستيجلاندين اللي يأدي إلى وجود الفتحات وبذلك هاي الفتحات تنسد ان شاء الله وصلت الفكرة ما للجهاز القلي فيسيولوجيكال ستيتاس عدنا شنو ثيرمو ريقوليشن تنظيم حرارة الجسم وهيا لازم نتبه لها لأن مهمة عدنا جسم الطفل الكبير وهذا يميل إلى فقدان الحرارة لذلك الطفل يميل إلى اتخاذ فليكست بوزيشن يعني شلان نحن نسميه بالعامية كرفص ستة بالبرد بالبرد منتنام تكرفص يعني رجليك مصعد هنا موصل هنا البطنك وإديك مطبوب هنا بنصر رجليك هذا الوضعية فليكست بوزيشن يستخدمها الطفل حتى يحافظ على درجة الحرارة كذلك الشيء اللي يؤدي إلى فقدان الحرارة هو thin layer of subcutain يصفت الطبقات مال الدهون تكون قليلة عند الطفل حديث الولادة لذلك أنه راح يميل إلى فقدان الحرارة عاملين تؤدي إلى فقدان الحرارة عند الطفل أول شيء جسمه الكبير ثاني شيء قلت وجود الدهون الآلية اللي يستخدمها حتى يحافظ على الحرارة هو يتخذ وضعية فليكست بوزيشن شنو فليكست بوزيشن؟ تخيل نفسك الدنيا بردو وتكرفص جوة البطانية الآليات هذني مهمات أيضا مهمات عدنا أول شيء convection convection شنو هاي الآلية؟ هاي الآلية يتم فقدان الحرارة نتيجة الهواء البارد هواء بارد يوصل للطفل هذا الهواء البارد يخليه يفقد الحرارة عدنا conduction نتيجة التلامس ما بين جسم الطفل والسطح بارد مثلا تخليه على قاع باردة مثلا تخليه على ملابس باردة هذا الشيء راح يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة عدنا الرادياشن الرادياشن مجرد أنت الطفل حطه بالكاروك بس الحائط اللي بصفه بارد أو السقف اللي فوقه بارد هذه الأسطح الباردة بدون ما تلامسه هي هذي راح تأدي إلى انخفاض درجة الحرارة evaporation اللي هي التبخر الشنو هي هاي العملية؟ تحول السائل إلى بخار تحول السائل إلى بخار فهذا الني الآليات الأربعة لفقدان الحرارة مهمات إن شاء الله تكون حرفت لهم hemo-biotic system وإحنا نحكي عن السوائل اللي موجودة في الجسم بالنسبة للسوائل لازم ننتبه العبارة مهمة إنه الطفل يحتوع الحجم الدم حجم الدم عندي الأطفال 80 إلى 85 مول لكل كيلوغرام 80 إلى 85 مول لكل كيلوغرام والمجموع يصير 300 مول يعني شون 8 إلى 85 بإختصار طفل وزنه 3 كيلوواتس وزنه 3 كيلوواتس الكل كيلو قول 80 مول فأضرب 80 فيه ثلاثة ميتين وأربعين يقول لك الحد الأقصر اللي ممكن يوصل له 300 مول فهنا نحن نحكي عن كيلوغرام واحد فإذا يطيك الجسم 4 كيلووات أضرب 4 فيه ثمانين و4 فيه خمسة وثمانين ويطلع لك رنج كيلوين تضرب 2 فيه ثمانين و2 فيه خمسة وثمانين ويقول لك ويتها تقول لك حجم الدم من كذا إلى كذا وهكذا هيموغلوبين الهيموغلوبين يقول لك المعدل مالتها 17 إلى 18 غرام لكل 100 مول إن شاء الله وصلت الفكرة وأعيدلك إياها حجم الدم عند الأطفال هو ثمانين إلى خمسة وثمانين مول لكل كيلوغرام فإذا حسب وزن الجسم تحدد حجم الدم فلويد أند إليكترولايت يقول لك الأطفال 73 بالمية من أجسامهم هي ماء البالغين 58 بالمية هذه الفكرة اللي يريدك تصل لها يعني هذن العناصر حتى ما صارع الدكوسة يحتوي على مستويات عالية من الصوديوم لأنه هو اللي هو السائل اللي يكون خارج الخلايا مثال علي الصوديوم وداخل الخلايا هو البوتاسيوم يكون قليل مستويات قليلة من البوتاسيوم إحنا أنا يحتي لك عن أنه مستوى مستوى الأيض عند الطفل يكون عالي لذلك هذا الشي يتعلق بوزن الطفل ويزيد يعني يزيد إلى تكوين الحموضة في الجسم أهم شيء تتركز لي على حجم السوائل وتركز على حجم الدم gastrointestinal system يقول لك الطفل ليش نحن نعتمد على حليب الأوم لذلك لأن الأنزيمات الهاضمة التي تهضم البروتينات التي تهضم الكاربوهيدرات بالسكريات لا تنتج بشكل كافي من الجسم لذلك الجسم يعتمد على الحليب مثلا يقول لك الأنزيمات بالبنكرياس عندك الأميليز اللي هو يستخدم للكاربوهيدرات وعندك اللايبيز اللي يستخدم للدهون هذا اللي بعدهن مدى ينفرزن بشكل كافي في الجسم فلذلك الطفل ما يقدر يأكل الأكل اللي أنت تأكله ليش؟ لأن الأنزيمات الهاضمة ما موجودة بالقدر الكافي مثل الأميليز الكاربوهيدرات مثل اللايبيز للدهون وكذلك يقول لك ليش أنه دائما يقول لك يصير جاندس يصير أبو صفار قد الأطفال حديثي الولادة هذا يصير لأنه الليفر بعده غير ناضج إمتشور وهذا الليفر ما دا ينتج لي جلو كورونيال ترانسفيرز سمي ترانسفيرز السهولة للحفظ هذا يساعد البيليروبين للاقترام بما أنه هذا مدين نتج بشكل كافي لترانسفيرز فالبيليروبين راح يظل موجود في الجسم يصعد يصعد وهذا يأدي إلى الجاندس يأدي إلى أبو صفار عند الأطفال وهذا مؤقتاً ويا الفوتو ثرابي ويا هاي الشغلات يروح من الطفل جهاز الهض ما أعتقد سهل ما عندي أنزيمات حاضمة لذلك الطفل ما يقدر يأكل لأكل مالتنا ليش يصير أبو صفار لأن بعد الليفر غير ناضج الكابل غير ناضج ما يفرز ترانسفيرز بالشكل الكافي البيليروبين راح يظل موجود ما تستخدم الخلايا ما يقترن وبذلك راح يصار عندي أبو صفار هنا البلازما بروتين اللي هي البروتينات الطفل ما راح يقدر يصنع بروتينات خاصة البلازما بروتين بشكل كافي هاي البلازما بروتين هي المسؤولة عن تدوير السوائل في الجسم بما أنه هاي البروتينات مدى تنتج بشكل كافي فالسوائل نوعاً ما راح يصير بيها ركود لذلك الطفل راح يكون منفوخ أوديما إن شاء الله وضحت عدنا عوامل التخثر قليلة بروثرومبين وكواجوليشن أرلوي يعني الطفل بسرعة ممكن يصير عد نزيف المهم يقول لك أن الطفل هو بعد ثو إيجال الدنيا الإقلايكوجين إقلايكوجين هذا مثلاً من واحد يسوي رجيم هذا الإقلايكوجين مخزون بالكبد مخزون بالعضلات إذا من يسوي رجيم وماكو مصدر طاقة يروح الجسم ياكل الإقلايكوجين ويحاوله إلى طاقة هذا الطفل حديث الولادة أصلاً ما عنده إقلايكوجين إقلايكوجين مخزون فيقول لك انتبه أول ما ييجي الطفل للدنيا لازم تسوي لبريست فيدنج لازم الأمة ترضعها حتى ما يصر عداً خفاض بالسكر ما يصر عندها هايبو إقلايسيميا السلايفة اللعاب يتم إنتاجها بعد 2 إلى 3 أشهر بالكميات المطلوبة سعة المعدة 90 مول هذا الشي اللي إحنا أريد نركز عليه يقول لك أنه الحركة الدودية الحركة الدودية بالأمعاء تكون سريعة تمام وبالإيسوفيغاس المريء تكون بطيئة وهي الكارديوكس فينكتر اللي هي تصير ما بين المعدة تقريبا وما بين المريء هاي تكون مرتخية إحنا عندنا تكون مضبوبة تصير زينة فالارتجاع ما يصر إلا إذا عندنا حالة مرضية أما عند الأطفال فتكون هذه العاصرة تكون مرتخية فالطفل بسهولة يصير عندها استرجاع ريقور كيتيشن إن شاء الله تكون واضحة عندك الحركة الدودية بالأمعاء تكون جدا قوية بالمريء تكون ضعيفة وكذلك البوابة البوابة اللي تفصل ما بين المريء والمعدة تكون مرتخية لذلك يصير عند الطفل استرجاع بروغراسيف تشينج هنا أنا عندنا ده نحكة عن الستول أول استول يطرح الطفل هو اسمه الميكونيوم اللي هو خلال أول الميكونيوم اللي هو براز أسود يطرح الطفل بأول 36 ساعة وعدنا ترانستيشنال استول اللي هو هذا استول الثاني يطرح الطفل بثالث يوم بعد الولادة يصير اللون مالتا تقريبا أخضر مصفر وعدنا آخر استول هو الطبيعي مال الطفل اللي هو مال الفيدنج مالك نتيجة التغذية باليوم الرابع إذن هذن مهمات الميكونيوم بأول 36 ساعة المفروض الطفل يطرحه ترانستيشنال استول اللي هو الانتقالي أخضر مصفر باليوم الثالث باليوم الرابع يتم إنتاج الستول الطبيعي وهس راح نجعل اللون مالتا بالنسبة لللون مال للستول اللي هو الخروج إذا كان الطفل الرضاعة مالتا طبيعية فراح يصير أصفر ذهبي أصفر ذهبي والخروج ست مرات باليوم هاي إذا كانت بضاحتها أما إذا علم الممية الفورميلة راح يكون أصفر شاحب إلى جوزي فاتح والخروج من واحد إلى ثلاث مرات في اليوم هذن مهمات هاي السلايدة مهمة الميكون يوم شوكت لترانسيشنال شوكت الميكون يوم أول 36 ساعة الترانسيشنال الثالث يوم والطبيعي رابع يوم الخروج مالتا إذا كانت الرضاعة مالتا طبيعية فاللون مالتا يصير ذهبي أصفر ذهبي والخروج ست مرات باليوم إذا كانت صناعية يعني على الفورميلة على الممية فاللون مالتا راح يكون أصفر باهت أو جوزي فاتح والخروج 1 إلى 3 مرات باليوم الرينال سيستم بأول أسبوع يقول لك الطفل حجم الإدرار مالتا 200 إلى 300 مول حجم البلدر المثانة مالتا قد 9 الإدرار طبعا اللي ما يعرف المثانة هي جزء من الجهاز البولي يعني ينحفظ بها الإدرار إلى أن انت الطرحة فهذه البلدر السعة مالتها تاخذ حد 15 إلى 20 مول هذا كل الموضوع الإدرار عادي من اللون والرائحة ويقول لك الطفل المفروض يتدرر خلال أول 24 ساعة يطلع من عنده الإدرار فإسنا فهمنا الخروج وتعلمنا الإدرار سعة المثانة 15 مول الطفل يتدرر 20 مرة باليوم تقريبا إسه نوصل إلى الجلد بالنسبة للجلد الفكرة اللي أريد أوصلك إياها أنه دائما هو بعد حديث الولادة الجلد ما لا تيكون رقيق ممكن أنه يتعرض إلى تشققاتي بسهولة كذلك الجلد ما لا تيكون مغطى بال فيرنكس قازوزا فيرنكس قازوزا اللي هو وايت شيز كريم مثل الكريم لونه أبيض يكون محاط في الجسم يعني محاط في الجلد مالطفل أول ما يجي للدنيا وهذه لها أهمية بترطيب ترطيب الجلد مالطفل هاي 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 شينا عنها طبعا بالنسبة لليسأل مثلا إيش وقت إحنا نسبحها للطفل حتى نوخر هاي الماردة عننا الموعد مال السباحة يعني تعتمد على درجة حرارتها من درجة الحرارة مالتها تستقر إحنا بعدها نقدر نفتحها وغالبا هي تستقر خلال يوما أو ثلاثة يام عندنا السبيشيس السبيشيس غلاند هذي غدد تكون مسدودة بالطفل حديث الولادة غالبا فيؤدي إلى تكوين الميليا هاي الميليا اللي هي ندب بيضاء الصير على أنف الطفل بأنف الطفل وبخدودة اللي سأنا طلع الكياهن أنف الطفل وخدودة وانا هاي الميليا وايت السبوت السلام رح ناخذها من قدام هنا أنا يحكي لك عن الغدد العراقية بالنسبة لإي كرين سويت إغلاند هذي موجودة بعمر 24 24 اسبوع من الحمل هذي راح تكون فعالة بالنسبة للغدد العراقية اللي إلى أطفال وعدنا الأبو كراين إغلاند هذي يعني ما تنضج بشكل كامل وتكون نشطة إلا بفترة البلوغ يعني الطفل يوصل لعمر 12 سنة أدوليسنس مراهق اللي هو تتفاعل هذي الغدد هاي نوعا من الغدد العراقية إي كرين إغلاند السويت إغلاند هذي هي اللي هي الطبيعية اللي هو يتعرق أثناء الحرارة أثناء الخجل مثلا غيرها اللي هي هاي 34 اسبوع من الحمل هي تتفاعل الأبو كراين إغلاند هذي بالبلوغ بمرحلة المراهق هذي تتفاعل موسكو سكليتال سيستم الجهاز العضلي يقول لك الجهاز العضلي يحتوي على الغضاري في أكثر من العظام الوسيفيكيشن يعني اللي هي عملية تكوين العظام تكون عملية سريعة الموسكولر سيستم هنا نحكي لك عن الهايبرتروفي والهايبربلاجيا باختصار يقول لك بالجهاز العضلي راح الطفل يصير عده هايبرتروفي اللي هي زيادة حجم الخلايا زيادة حجم الخلايا الرادردان هايبربلاجيا بدلا الهايبربلاجيا زيادة في عدد الخلايا تمام فالطفل راح أثناء النمو مالته بعد الولادة راح يصير عده بالنسبة للعضلات هايبرتروفي راح يزداد حجمها ولا يزداد العدد مال خلايا العضلات نيورو موسكولر سيستم نيورو موسكولر سيستم نحنا اللي ده نحكي عنا انه تقييم للجهاز العصبي انه الطفل يبدي يسيطر على حركة الرأس مالتب عمر أربع تيشر كونترول هيد موفمنت الطفل المفروض يصير عده رفليكسات مثلاً انت بتجي تسوي للسكند رفليكس يعني يرضع مثلاً بلانتار غيرها من المنعكسات تحس انه الطفل واعي مو راخي اللي هو فلاست انه الطفل تحس يعني شلون ما عنده اي حركة ما عنده اي رتفعل هذه علامة انه الجهاز العصبي تعبان الطفل يعاني من مشاكل أما اذا صر يعني عنده حركة عنده بتشي عنده منعكسات اللي احنا نفحص بيها رضاعة غيرها معناه جهاز العصبي فعال بشكل صحيح سكن اللون يقول لك السكن وهذه لازم ننتبه عليها السكن يقول لك راح ي بالوضع الطبيعي السكن راح يبين باللون الأحمر ليش؟ بسبب كثرة يعني تراكيز كريات الدم الحمراء والفات احنا قلنا السبايشيا صفات تكون تكون يعني يكون طبقات الدهن جداً صغيرة أو جداً قليلة بالنسبة للأطفال لذلك الطفل لون الدم راح يبين بشكل واضح بيه لأنه ما عنده دهون حتى تحجيب لون الدم وكريات الدم الحمر بعضه توا إيجال للدنيا التراكيز ماتها شبيرة فاللون مالتا راح يكون بنك راح يكون ريد بسبب هذا الشي ساينوسز يقول لك الساينوسز خلال أول 24 أو 48 ساعة من الطبيع الطفل يصير عده أكرو ساينوسز اللي هو يصير عده إزرقاب وهذا الشي يعتبر طبيعي من 24 إلى 48 ساعة عادي لأنه حديث الولاد لو قلنا توم اشتغل الجهاز التنفسي توم اشتغل الجهاز الوعائي فيحتاج إلى تكيف أما إذا طول 24 إلى 48 ساعة وراهن وبعد عدنا ساينوسز فمعنى الطفل هنا عنده مشكلة بالجهاز التنفسي أو عنده مشكلة بالجهاز الوعائي وهذا المهم الأكرو ساينوسز نورمال فينومنم يعني اللي هي ظاهرة طبيعية بأول 24 أو 48 ساعة من حياة الطفل هايبر بيليروبينيميا هاي الهايبر بيليروبينيميا حتيانا عنها اللي هي تظهر second or third day of life 50% من اللي يجون للدنيا 50% يعني من الولادات الصير عندهم يرتفع مستوى البيليروبين ويصير عندهم أبصفار وبما أنه يصير ثاني أو ثالث يوم فهذا يسموه physiological وينو 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 يسموه physiological جاندس physiological جاندس المستوى إذا ارتفع إذا ارتفع عن 10 أو 12 ميلي جرام لكل ميت مول معناه الطفل يحتاج إلى فوتو ثرابي أعيد لك موضوع البليروبين اللي هو هذا موضوع مهم يقول لك الطفل بأول يومين أو ثلاثة يام 50% من الولادات ممكن يصير عندهم أبصفار وهذا الشي طبيعي وهذا يسموه physiological جاندس تمام يقول لك إذا استمر هذا أبصفار عد الطفل وارتفع المستوى مالته بالدم أكثر من 10 إلى 12 أكثر من 10 إلى 12 معناها هذا الطفل عده مشكلة ونحتاج نوديه إلى فوتو ثرابي نوديه بالمستشفى نخليه بالحاضنة الفوتو ثرابي إلى أن يرجع مستوى البليروبين إلى المستوى الطبيعي هارلي كوين ساين هذه العلامة تكون موجودة راح أراويك الصورة مالتها اللي هو المستوى مثلا الطفل من يمي إحنا على الجانب مالته الطفل اللي راح يكون ملامس للأرض هذا راح يكون أحمر والجسم البعيد اللي ما ملامس للأرض اللي صاير لي فوق راح يكون شاحب لأن بعدها الدورة الدموية مالتها ما ناضجب الشكل الكافي هذه هي هارلي كوين شوف لسه هو نايم هذا الجزء شوفه صاير أحمر والجزء البعيد باقي شاخب إذا فهمتها على الصورة أمورك طيب عدنا بعد مونغوليان سبوت هذه بالضبط هذه اللي هي غراي باتش هاي غراي باتش شوفها هاي غراي باتش هذه اللي هي موجودة هنا نتكون موجودة بالساكرام وموجودة بالبوتوكس بالنسبة للأطفال وموجودة في أعلى موجودة في اليدين وفي القدمين شوف هذا اللي هو الساكرام وتكون ممكن موجودة بالرجلين وكذلك ممكن تكون موجودة باليدين يعني مو بكل المكانات سوى ممكن أي مكان من ذلك المكانات الصير دي هاي سموها المونغوليان البعض 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 عدنا فيرنتز غازوزة اللي احنا حتشينا عنها اللون مالتها كريم تشيز يعني مثل الجبن اللي متفتت البياضة طبعا اللون مالتها هاذي الفائدة مالتها مرتبة للسكن مرتبة للسكن بأول حمام هاي راح يتم التخلص منها وإحنا شو وقت نسبحها للطفل قلنا من نلاحظ بأنه درجة الحرارة مالتها استقرت بعد استقرار ذرة الحالة اللي هي خلال يومين إلى ثلاثة أيام هاذي نقدر نسبحها لانجو اللي هو هذا يكون مثل الشعر الشعر ناعم يعني يصير عد الأطفال يغطي الكتف الظهر وعلى اليدين هنا عدي دي سيكواميشن هاذي يصير الأطفال اللي يجون بعد المدة مالتهم يعني احنا مو عدنا الولادة أربعين ناقص زائد اثنين يعني ممكن أكثر شيء ممكن يوصل للطفل اثنين وأربعين أسبوع يجي للدنيا الأطفال اللي يجون وراء الثنين وأربعين أسبوع يعني تتأخر الولادة مالتهم فرح من يجون للدنيا رح تكون عدهم تشققات رح تصير عدهم تشققات بسبب الجفاف اللي رح يصير عدهم وهذه التشققات رح تبين في باطن اليد وفي باطن القدم اللي هي شوفة هاي التشققات الصير للأطفال اللي هما بوست تيرم اللي يجون بعد ما تخلص فترة الحمل وعدنا الميلية هاي الميلية حتشيناها بالبداية اللي هي مهمة بين بوينت وايت اللي هي مثل ما تشوفوها هاي مثل الحبوب البيضاء لأن السباشيا ستلاند موجودة هاي تغطي الخشم واتغطي الأخدود غالبا هيد بالنسبة لهيد ما للطفل الهيد ما للطفل هو يتميز انه هو يكون كبير الحجم وبالولادة الطبيعية يصير لها مولدنج يصير لها مولدنج شلون تقريبا ينفعص إذا أريد أن أصل لك هاي الفكرة لأنه راح يطلع من القناة مال الحمل فيصير تغير بالشكل مالته اللي هي هاي عملية المولدنج بس انه بعد ما تكمل عملية الولادة هو راح يريستور شي بيرجع إلى الشكل الطبيعي يعني بعد أيام قليلة من الولادة نارسن كيرل العناية العناية التمريضية بالمولود وعائلته يعني أمه بعد الولادة يقول لك أنه أنت لازم تسوي تبديله بالتغذية باثنج تسبحها سليبنج بوزيشن تنهمة بشكل صحيح على ظهرها دايبر أيريا كير تحتني بالتنظيف مالته خاصة بمكان الخروج أمبليكال كير اللي هو الحبل السري ميتابوليك سكرينينج تيست فيتامين كي اللي هو يشتغل على موضوع النزيف والختان هذه عنايات تمريضية والأطفال حليظة في الولادة الطفل أول ما يجي للدنيا يسمونه أبغار سكور ليش سميناه أبغار سكور؟ أبغار سكور هو عبارة عن الحرف الأول لذني A اكتيفتي P بلس G غرايمس A أبيرانس و R ريسبايريشن شفيت؟ فأخذوا الحرف الأول من كل واحد من ذني وسوونا كلمة أبغار نجي بالنسبة للأكتيفتي فراح هيق التقييم كل ذني كل واحدة من ذني أما ننطيها درجة صفر أو واحد أو اثنين وبالأخير راح نشوفه قد يحصل من عشرة ونقيمه أنه هو شنو وضعه؟ زين وساط مو زين؟ نشوف بالنسبة للأكتيفتي فلاست فلاست يعني الإيد مالتها ممدودة ما يثنيها فننطي صفر سم فليكشن سم فليكشن يعني شوية ثانيها والفليكس يعني أصلا ثانيها بشكل مضبوط ننطي درجتين فالصفر درجة درجتين بالنسبة للبالس إذا أصلا ماكو بالس أبسنت صفر إذا البالس مالتها أقل من مية ننطي واحد إذا أكثر من مية ننطي ثنين الجريمس اللي هو السعال مالتها أهم إذا أصلا ما موجود صفر إذا وسط واحد وإذا موجود بشكل فعال ثنين الأبيرنس الشكل المفروض يكون إذا كان بيل أو بلو مزرق صفر إذا بس الأطراف مالتها مزرقة واحد إذا هو بنك يعني ما بي أي أزرقاق ننطي ثنين respiration إذا أصلا ماكو تنفس صفر إذا تنفس ضعيف واحد وإذا يبتي ما طول يبتي العمليات البكاء تحتاج إلى تنفس مضبوط فننطي ثنين هذا النقل أبقار سكور إن شاء الله تكونون فيهم جوهن بعد ما شفنا الطفل وخلينا الدرجات مالتها أبقار سكور إذا حصل النقاط واحد إلى أربعة معناها حالته خطرة جدا إذا خمسة إلى سبعة خطورة متوسطة إذا سبعة إلى ثمانية حصل يعني شوية خطر إذا عشرة وضعيتها طبيعية المفروض يحصل عشرة ليهنانا تكون المحاضرة خلصت إن شاء الله تكونون افتهمتين